طيب خالني أرجع بقى مع حضرتك قبل من نروح للتاكتكس ونكلم عن مباراة النهاردة بشكل أكبر حيز أرجع معيك شوية لأولمبياد لندن 2012 حضرتك كان لك اختيارات هي دلوقتي عاملة علامة فرقة فعلا في منتخابنا دلوقتي لو هنكلم مثلا على سبيل المثال وليس الحصر صلاح والنني اختيارك ليهم وقتها كان لسه بيلعبوا في المقاولين ويمكن كانوا لسه يعني لم أحدش لسه سمع عنهم بالشكل الكافي اخترتهم وكنت معلق عليهم أمال وكنت تواثق فيهم مع أنه كمان الوقت ده والمباريات دي مكانتش سهلة تماما ويمكن كان فيه كمان مباراة مع البرازيل خسرناها للأسف لكن كان ليك تصريح هام جدا وقتها وأنه كان السبب الأساسي مش عدم مهارتنا ولا عدم مهارة لعبينها هو الخوف من الفريق صحيح طبعا يعني أنا تشرفت بجيل جميل من اللعيبة وكان ليه الشرافي ممكن كان غياب مصر عن الأولمبيات لمدة 32 سنة وصلنا أولمبيات 2012 وكانت كمان فيه ظروف صعبة جدا يعني الولايات دول قبل ما نوصل الأولمبيات كمان التصفيات اللي مرنا بها هدواتك أكيد عارفين وعايشين دوري كان واقف ما كانش فيه دوري وكان طبعا بنحاول نعمل مباراة ودية كان فيه معاناة كبيرة جدا لكن عايز أقول أن كل اللعيبة على مستوى علي يعني شايفين من الناس الموجود الوقتي مثلا صلاح طبعا ونيني وإحجازي من ضمن الناس الموجودة محمود علاء كمان كان موجود معانا غير مجموعة تانية كبيرة جدا من اللعيبة خلينا نقول أن التطور اللي حصل في الشخصيات اللعيبة دي يعني عايز أتكلم محمد صلاح لو تكلمنا عليه فني يعني كل الناس بتتكلم عليه فني لكن التطور شخصية محمد صلاح من 2011 يعني أول انضمامه للمنتخب الأولمبي لـ 22 تطور على مستوى الشخصية تطور أكثر من رأي محمد صلاح كان يمكن اختياراتي لي كانت طبعا كنا بندور على لعيبة بشكل معين في سن معينة وكنا يمكن رحت نادي المقاولين وكلمت مع الكابتة محمد عامر وقال لي فيه ولد اسمه محمد صلاح ده لعيب كويس قوي والفكرة محمد صلاح كان بيلعب كمان أعتقد وينج باك شمالي مظبوط لكن عنده سرعات كويسة وخلال كمان انضمام وما ننساش طبعا كان انضم لمنتخب الشباب مع الكابتن دياء السيد من خلال كده بدأت رؤيتي تظهر لمحمد صلاح لعيب كويس والمداربين بيتكلموا عليه بشكل كويس كذلك أنني كان برضو في المقاولين وكان في منتخب الشباب وبالتالي بدأت أركز لأنه الولاد دول خلي بالك كانوا أصغر كمان سنا من الجيل بتاع المنتخب الولمبي وبالتالي ضمتهم بشكل رئيسي وانت كمان اتكلمت على نقطة مهمة جدا مباراة البرازيل خليني قبل ما نروح لها شخصية محمد صلاح اللي الناس ما تعرفهاش أنا في وقت من الوقات كنت بتكلم يعني محمد صلاح كان الديسيبليل عنده عالي جدا يعني ملتزم جدا بموعيده في ميتنج في محاضرة في أكل موجود قبل المعاد بعشر دقائق يمكن علاقته مع زميله ما كانش يعني ما كانش متكلم بشكل كبير يعني محمد كان فيه شوية بيعد منزوي في حاله منزوي في حاله يخلص تمرينه ويطلع فأنا بدأت أتكلم معه محمد عايزك تخش أكتر في المجموعة فيه فرق سن يمكن أهل شوية لكن اتكلم بشكل أكبر خش لأن زي ما بقولك مش التدريبات والالتزام بس لكن كمان التفاعل التفاعل مع اللعيبة فدي شخصية محمد صلاح على الجزء اللي ساعده شوية وبدأ خلي بالك والتطور بقى اللي وصله محمد صلاح على المستوى الفني ما فيش شكل تطور على مستوى فني عالي على المستوى البدني نشوف حتى على المستوى البدني تطور بشكل كبير على مستوى التعامل بقى مع اللعيبة والتعامل مع المدربين زي ما شفنا تطور بشكل كبير جدا إيس على كده كمان اللي بيع يعني أنا بقول إن محمد إنني كمان من الجنود المجهولة مش المجهولة لكن علي انتقاضات كتيرة جدا أخذت السؤال من لساني ونفس الكلمة دي من أكتر اللعيبة في الجيل ده اللي الجمهور مش عارف إمته يعني لعيب فعلا مع إنه لعيب مهم جدا أنا مش حاجة على الجمهور ولا على اللعيب أنا محمد نيني أعرفه من أيام ما كان موجود معنا في 2011 وكان مع زميله كان سبب كبير جدا إن احنا وصلنا لأولمبياد في التصفيات المؤهلة لأولمبياد كنا بنلاعب فرق كبير على المستوى عالي زي جنوب أفريقيا أحرز هدف أكتر من رائع لعيب كويس لعيب كابتن أرسنال وبالتالي مش هنتكلم على فنياته هو فنياته إيه لكن بنتكلم يمكن بعض المباريات بيكون أداءه مع المنتخب ودوارد يعني نحن لا يوجد حد بيبدأ طول الوقت بيرعب في الطابل يعني أنا الحمد لله لعبت 124 مباراة مع المنتخب ما تقولش أنا كنت كويس كل المتشاط وبالتالي لازم نعمل فاليو للعيبة بتاعتنا ولازم نقبر اللعيبة بتاعتنا بشكل اللي يناسبهم طبعا فعايز أقولك التطوير على مستوى دو تطوير أكتر من رائع زي ما بقول لك صلاح على مستوى من 2011 اتطور ازاي على مستوى البدني على مستوى الفني محمد صلاح لو جبت أهداف محمد صلاح هو في المقاولين تقريبا هو اللي بيجيبها مع ليفر بول في زيادة شوية في عملية التركيز في زيادة شوية في عملية الدريبل والسيطرة على الكرة والأسست كمان بدأ بيعمل أسست بشكل أكتر من رائع فكل دو اكتسابه طبعا من خلال خبراته ومن خلال رحلة احترافه ترجمة نانسي قنقر